بنتي؟ خير بدك شي؟ لا والله بس أنا مالة شوي فقلت بجي وبتسلى معكم أختي أسمع؟ بالحقيقة أنا ملاحظة بنتك كأنه أخذه من طباعة الخانوم الكبيرة يعني ما بشوفها غير قادلة شغلة ولا عملة وطول الوقت عم تتفتل بين غرفها البيت أنا رح أخذ هدول لغرفة قنول آه وقفة أختي شو عم تساوي؟ خلي بنتك هي تأخذون يعني معقولة صبية بهالعمر هاد ما بتعرف تشتغل شي بلا ما تتعود على الأدوة والتنبلة شهر يارس كتي وبلا هالحكي الفاضي أنا بأخذون لا هاتي عنك خليني روح بعود وبتسلى مع أختي قنول أحسن لي آخر شي أنا رح أقطع لك لسانك يا شهر يارس عدي عقلي أحسن لك ليش أنا شو ساويت لحطة عصبة علي هيك؟ يلا لا تتلهي يلا نكمل شغلنا عم بشتغل أصلاً طلعي شوفي ما أحلاها أنا شاطرة بالكبة كتير وبشيش برك كمان شاطرة بكل الأمور أختي قنول طمنيني عنك إن شاء الله صرتي أحسن بس موجوعة شوي مو سهلة رجعت من الموت لساً بارح كنت عم تتفتلي وعين الله عليكي ما حدا بيعرف شو المكتوب شو قصدك بهالحكي؟ مو أنا كنت عم بتمشى بالسوق شفتك بهداك الكافي صحة صحة شفت كان قاعد جنبك اتنين من بيكونوا؟ أصدقائي بهاي الصرعة صار في عندك أصدقاء بمدياد؟ ما شامل شو قصدك؟ لا تكوني عم تحقيقين معي بس بكل الأحوال يا خانو هن الأصدقائي من كارس بس سكنوا هون من فترة طبعا وأنا صدقتك طلعي فيني أنتي عم تتمادي زيادة استغفر الله ليش مين رح يكونوا لحد تكزم؟ هنين أصدقائي وبس والله ما بعرف هنين بيكونوا بس أنا بعرف أنتي مين بتكوني وما بستغرب أبدا شو ممكن تعملي أنتي شو قصدك كمان؟ مورحتي وطلبت هديك البنت لزوجي فما بستغرب شي أنتي عم تتجاوزي حدود إليف طلعي لبرة دايا بدنا نحكي بموضوع خاص بصراحة أنا كنت عم بستنى إمتى رح تقلق علي وتجي تشوفني ميران جونول هلأ رح تحكيلي كيف الحقير أزاد راح عهداك البيت؟ وشلون أنتي ويات وجدته هنيك بنفس اللحظة؟